مرحبا أعزاء الصغار، اليوم سندرس حرف الياء في إحدى أيام الربيع بينما كان الأطفال يلعبون في أحضان الطبيعة الخلابة خاطبت ميساء صديقتها مريم قائلة تعال يا مريم، اليوم نشرع في جني زهر الليمون أجابت مريم، لا يا ميساء، جنينا زهر النارنج منذ أن حل الربيع أما زهر الليمون الحلو سنجني ثمره في الشتاء المقبل أترك النحل يجمع رحيق الزهر ليصنع لنا عسلا لذيذا أما يوسف فقد كان يسابق الفراش بين الأقحوان وشقائق النعمان فجأة رأى سيرب النحل في طرف الحقل فأراد أن يلاحقه لكن تفطل له أبوه فصاح ابتعد عن النحل إنه ليس كالفراش يمكن أن نجد حرف الياء في ثلاثة مواضع لنتعلم معا يمكن أن نجد حرف الياء في ثلاثة مواضع في أول الكلمة كأن نقول يمامه يد يصلي يمامه يد يصلي في وسط الكلمة كأن نقول تين رياضي طير تين رياضي طير في آخر الكلمة كأن نقول يغني يبكي يهدي يغني يبكي يهدي 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 يهدي